أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم مشددا على ضرورة وضع حد لقومية اللقاحات وقال جيبريسوس في مقال كتبه لصحيفة إيزفستية إنه من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية بما في ذلك إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرض لأي اتهامات